معينا أم دنيا السلام عليكم وعليكم السلام يا أم دنيا اتفضل ازاي حضرتك والسيادة اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل ازاي حضرتك أفضلت الشيخ انا من المشد المعجبين بحضرتك الله يسعيدك ويرفع قدرك ربنا يبارك لك يا رب وديك الصحة والعافية وإيك يا رب ربنا يبارك لك يا أم دنيا اتفضل عايزة أسأل بس ثلاث أسئلة عشان ما بجرفه القرآن وكده فعايزة أتفسروني أول حاجة الناس اللي بتروح بتحج أو تعمل عمرة وبترجع من حج والعمرة وإزي اللبس بتاعهم زي ما هو لما أخذها في الكلماني عريان والقط والكلام ده هنحجهم بيبقى مقبول بعد ما بيروحوا يحجوا تمام بعد كده بيرجعوا زي مهم المسيرة بتاعتهم هي هي ما بيتغيروش تالت حاجة لا دي أول حاجة كده لسه تاني حاجة أه أول حاجة أه تاني حاجة تاني حاجة برضو ما بيرو في الكرآن أما مثلا الزوج بيجي يعني بزوجته فأول الدورة أو آخر الدورة وبيبقى فيه كفارة أنا عاردت الكفارة بتبقى جامدة هل الاستغفار كفاية لو مثلا الزوج مش قادر اللي هو طبعا يعمل الكفارة دي كتبع نصوحة يعني مش يعمل كده تاني دي تاني حاجة تالت حاجة لو مثلا جي جام بمراته في نهار رمضان الصبح أو بالليل وبرضو أريد في الكرآن اللي بتبقى الكفارة دهب أو حاجة زي كده جرامات برضو نفس النظام يا فضلت الشيخ هل البني آدم لو يعني تاب توبى نصوحة من قلبه واستغفر ربنا اللي هو مش هيرجع اللي يعمل كده مثلا في رمضان هل ربنا بيتقبل من البني آدم ولا لا لازم الكفارة يعملها ولو ما عملهاش كده طبعا فيه حساب عظيم طيب يا مدني هم دولة ثلاثة أسئلة وشكرا شكرا جدا لك يا مدني وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة عن التفاصيل اللي بتكلمي فيها وهنرد عليك يا حاضر أول حاجة هي بتكلم في قصة ان اللي بيروح يحج أو يعتمر ويرجع زي مكان فهل يعني ربنا يتقبل منه الحج ولا لا هو ربنا أرحم الرحمين وأكرم الأكرمين هو لما راح إذا كان ماله طيب وقصد بيت الله الحرام فإن الله يتقبله إن شاء الله ولكن إن عادة بقى هي دي المشكلة بقى المفروض أن الحج أو العمرة تغير منه يعني يعني ما غرك بربك الكريم ده ده موضوع النهاردة ما غرك من اللي صرفك ما أنت كنت كويس أنت كنت عمالت عايط في الكعبة وكنت عمالت علاق بأستر الكعبة وعمالت قولي يا رب ترفع ديك بالتضرع إلى الله والزل والانكسار من اللي رجعك تاني اللي كنت عليه الأول لكن حتى لو رجعت برضو ارجع ابدأ من أول وجديد لأن ربنا سبحانه وتعالى ما باخدش على غلطة أبدا ربنا سبحانه وتعالى أرحم الرحمين أكرم الأكرمين غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يعني الله رحمته وسعت كل شيء الله سبحانه وتعالى عظيم كريم رحيم رحيم بنا بس عايزين حتى لو أخطأنا نرجع لو حتى أخطأنا برضو نرجع لو أخطأ برضو نرجع ما نسيبش نفسنا للشيطان أبدا أيها ده موضوع حلقتنا ودي أسئلتها التانية السؤالين التانيين هي بتتكلم فيهم فكرة إن الإنسان لو غلط وعمل حاجة بعيدا عن منهج ربنا وقوانينه هل في الفكرة دي يعني لازم كفارة تدفع ولا خلاص نويتوب لربنا وخلاص لا في حاجات لها كفارات وحاجات منهاش كفارات الموضوع مش على إطلاق يعني هي بتقول أتى في نهار رمضان مش كده طيب أتى في نهار رمضان في نهار رمضان ده لن مهما الإنسان يتوب لكن افرض عاجزة عن الكفارة ده موضوع تاني يعني الرجل اللي راح لسيدنا النبي وقال له يا رسول الله أتيت زوجاتي في نهار رمضان فقال له أعتقرأ خب قال له والله ما أملك إلا هذه قال له تشل رعبتنا قال له صوم شهرين المتبعين قال له هل أهلكني إلا الصوم هو الدنف ده إلا الصوم أنا كنت صايم لما عملت عملة المنايلة دي وهل أهلكني إلا الصوم قال له اطعم ستين مسكينة فقال له والله ما عندي ما أطعم بها رسول الله فالنبي من شوفوا رحمة سيدنا النبي أعجب له يعني أطفع من التمر كده وقال له خذوا أطعم بها ستين مسكينة قال والله ما على لابتيها أفقر مني والله ما في حد في المدينة أفقر مني يا رسول الله فضحك النبي وقال كل أنت وعيالك يا الله يا الله على المغفرة يا الله على الحب يا الله على ديننا الجميل اللي عايزين يعقدوه اللي عايزين يخلوه الدين التشدد والعصدية يا الله على رحمتك يا الله بس ده بشرط الصدق بقى يا شيخ حسن مش محدش يستسهل ويقول ما أنا خلاص ما أنا فقير ما أنا معيش ما حصل كذا 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 ما هو لابد من الأول الترتيب لازم من الأول يعني نفرض واحد شاب وجه بيستفتينه وأقوله صومش ما مش يمكن ما أقدرش أقوله جرب صومه لو ما أقدرش بعد كده نبقى ندخل البند اللي بعديه لكن ما ينفعش بقى على طول إيه أنه أقوله طب ما تدري طب خلاص 15-60 مسكين ما معيش والله أنت عملت العملة السودة ومش عايز حتى تستجب برحمة الله سبحانه وتعالى مش عايز تستجب ده الواحد ده شوف الفرق اللي بيننا وبين أصحاب سيدنا النبي الواحد كان منهم يغطأ يروح للنبي على طول يقوله يا رسول الله زنيت ما عايز يقوله النبي كمان يدفع عنه التهمة شوف الكلام من هنا ومن هنا يقوله لعلك قبلت لعلك 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 لآخر الرواية يعني النبي عايز يدفع عنه التهمة بأي طريقة عايز يدفع عنه التهمة رجل جاي اعترفوا الاعتراف سيده الأدلة لكن من رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه يقوله لعلك تلاقيك بس قبلتها بس وقرار يقوله لا يا رسول الله يقوله لعلك الرواية بتقول فخزت يعني مش عايزين نقول يعني في بعض الكلمات واحد ما يحبش قولها لكن الرواية بتقول كده يقوله لا يا رسول الله أترد لمززينة يقوله فعلته ما يفع الرجل مع زوجك النبي عايز يدفع عنه التهمة هو مصمم هيقوله طهرني يا رسول الله شوف الجمال وإحنا لوقتي بنستثل يقولك ما أنا مش قادر ده أنا اللي مش قادر كده شو الفرق اللي بيننا وبين أصحاب سيدنا علشان كده مفتاح التوبة هي الصدق